قال رئيس الإيراني حسن روحاني أن ارتماء بعض دول المنطقة في أحضان أمريكا والصهاينة حسب تعبيره يعبر عن خيارات خاطئة بشيرا إلى رغبة تهران في تعزيز الأخوة مع دول المنطقة يأتي ذلك فيما لا تزال إيران تعيش على وقع هجوم زهدان الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني حيث قالت وكرة الأنباء الإيراني الرصبي أن وفداً باكستانياً رفيعاً لصدد التوجه إلى تهران لبحث تباعيات الهجوم بين وارسو وميونيخ وطهران يكتمل المشهد الإيراني إيران الغائب الحاضر في مؤتمر وارسو لم تفوت فرصة مؤتمر ميونيخ وزير الخارجية الإيراني يجري لقاءات عديدة تخفي ربما أكثر مما تكشف ضريف يتهم إسرائيل بالسعي نحو الحرب فيقف الرئيس روحاني على الضفة الخليجية الشمالية داعياً لوحدة لم تتحقق يوماً على الأقل مع من قصدهم ربما على الضفة الخليجية الجنوبية أمن المنطقة هو بيدنا نحن الدول الإسلامية ويجب أن نكون موحدين للحفاظ على أمنها لكن للأسف بعض جيراننا اختاروا الطريق الخطأ وذهبوا إلى أحضان أمريكا والصحيونية ويعتقدون أن إيران القوية لديها أطماع بهم لكن ما نريده هو علاقات وثيقة وأخوية بين رؤيتين إيرانية وغير إيرانية قد يبدو تفجير زاهدان تفصيلاً ليس بكبير التوعد الإيراني بالرد تزامن مع استدعاء الخارجية الإيرانية لسفيرة إسلام أباد المعتمدة لديها ومع رسائل غير مباشرة تدركها باكستان ليعلن في نهاية المطاف عن توجه فريق متخصص من إسلام أباد للتنسيق مع الجهات المختصة الإيرانية تطورات لا يمكن قراءتها بعيداً عن زيارة محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى باكستان لكن بنظرة أوسع تبدو المرحلة مرحلة مخاض وحسم للخيارات السياسية إقليمياً على الأقل وإن وسط رائحة بارود لم يشتعل بعد عدة سيناريوهات يتم تنفيذها فإقليمياً تحاول السعودية جذب حلفاء لصالحها في مواجهة إيران ومنهم باكستان ودولياً تقرع أمريكا وإسرائيل طبول الحرب لكنني أعتقد أن إيران لن تنجر أو تستفز ولن تلعب بملعب يريده أعداؤها مشكلات الداخل تضاف إليها ضغوطات الخارج هذا هو واقع إيران اليوم واقع يعيش تبعاته المواطن الإيراني انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران مؤتمر وارسو محاولات متتالية لزعزاعة الأمن في إيران آخرها تفجير زاهداً هي ليست إلا مراحل لتضيق الخناق على إيران اقتصادياً وسياسياً وأمنياً فكيف تكون النهاية داخلياً وخارجياً والعبرة كما يقال في الخواتم حازم كلاسة تلفزيون العربي